بيعاني أهالي محافظة الغربية من مخالفة عدد كبير من محطات المياه الأهلية التي تقوم بعداد وبيع مياه الشرب المخالفة للمعايير الصحية ما يهدد صحة الأهالي في المحافظة كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى هناك لرصد تلك المشكلة مع زميلنا محمد مبروك خير مجددا ونحن الآن في مدينة طنطة نتابع حالة مياه الشرب بعدما تصعدت خلال الفترة الأخيرة بعض الشكاوى من استمرار عملية بيع المياه من المحطات الأهلية المنتشرة في المحافظة وضعف الرقابة أو متابعة هذه العملية شكاوى بين المواطنين وشكاوى أيضا على مستوى المسؤولين نتابع هذه المشكلة مع مديرة إدارة صحة البيئة بمدرية الصحة بالغربية الدكتورة فيئة ألويشي دكتورة أهلا بك أهلا بك يعني خلينا أسأل حضرتك مباشرة عن رصدك لمشكلة انتشار المحطات الأهلية اللي بتعالج المياه وبالتباحة ويعني ده ظهر في أكتر من محافظة بالتابعة هنا إزاي في الغربية والله هي المحطة في شركات بتقدمت بطلبات إن احنا نعمل لها ترخيص فكنا بنروح نعمل معاينة للبير اللي هما بيستخدموه وطريق التعبئة المياه وكانوا بيطلبوا ترخيص فطبعا ما فيش ولا شركة لقناها متابقة للمواصفات لا ما لقنهيش ولا شركة فبالتالي انترفت طلبهم في جمعيات برضو شرعية بتقول أنا مش بابيها المياه أنا بقدمها خدمة للناس وبرضو روحنا وعملنا المعاينات ولقينها برضو غير متابقة وبرضو رفضنا الترخيص من سنتين 2013 تم حصر للجهات اللي هي بتنتج المياه دي سواء بتباح أو بتقدمها بالمجان للجمهور وعملنا لها حصر وعملنا لها متابعة ولأنها كلها غير متابقة لأن شروط اشتراطات المياه الجوفية أو اللي بيار صعبة شوية عشان نضمن سلامتها فبالتالي ما كانتش متابقة فكلها تم حصرها ورفعها للمحافظة بحيث ان هي تم غلق الجهات دي اللي بتقدم المياه بسم حيث يا فندم خلينا سؤال حديك كمان عن الترخيص هل الترخيص صدرت عن طريق مدريات الصحة هل هذه التصريح بعضها مازال ساري حجم التصريح دي قدية تقريبا في محافظة الغربي ولا جهة وغضة تصريح ما فيش ولا جهة وغضة تصريح كلها ترفضت لأنها كلها غير متابقة للمواصفات وبالتالي تعمل بها حصر وتقدم بها لمجلس المدينة عشان يتم غلقها تماما إلا بعد الجهات بتنتج جراكن للمياه مكتوب عليها مياه للاستخدام الصناعي وليست لمياه الشرب لأن الاستخدام الصناعي بيبقى لهم مواصفات في المعايير في التحاليل البكتريولوجي والكيميائي مختلف عن المعايير القياسية لمياه الشرب بسم حيث يا فندم برضو خلينا نصح عليك عن المخاطر النتجة عن الاستخدام هذه المياه كمياه للشرب يعني هل ده ممكن يؤدي إلى مضاعفات صحية هل ده ممكن يؤدي إلى مشاكل كما شهادنا ربما في الفترة الأخيرة في محافظات زي الشرقية مثلا؟ ده أكيد طبعا إحنا الشبكات المياه اللي هي تبع الشركة القبضة للمياه دي تبعينها كويس جدا وبنحل على طول بصفة يوميا بناخد عينات يعني من المآخذ المياه ومحطات معالجة المياه ومن الترود ومن الشبكات يوميا وبصفة دورية ولو في مشكلة بناخد بصفات استثنائية زي اليومين دول بناخد كل يوم خمسين عينة يوميا للتحليل ولازم تكون مطابقة ولو مش مطابقة بنخاطب الشركة وبنخاطب المحافظة علشان نقول هي مش مطابقة من إيه حتى لو لقينا فيها شوائب بنبلغ وبنلاقي يعني وبنبلغ وشركة المياه بتتفضل مشكورة بتعالج السبب اللي احنا بنقول لها فبالتالي مية الشبكات مراقبة تماما من وزارة الصحة فبالتالي بنبقى عارفين لو في مشكلة بيتم غلق المحطة اللي فيها مشكلة علشان فيها حماية لصحة الناس لو ما فيش مشكلة والأمور طبيعية بنسيب المحطات كلها شغالة وبالتالي مياه الشرب اللي في الشبكات بيتم مراقبتها تماما بالصحة لكن الجراكن اللي هي بتتبع من وراء الصحة فأنا مش عارفة مكانها بالزبط اللي تقدم لي بطلبات إنه ما عاوز ترخيصه وأنا رفضته خلاص عرفت مكانه وتقدمت بيه بطلب إنه ما يتم غلقه لكن اللي بيشتغل من غير ما نعرفه ما هواش تحت المراقبة فبالتالي أنا مش عارفة المياه بتاعته هل هي مطابقة بكتريولوجي هل هي مطابقة كيماوي طب مصدر المياه اللي هو بيجيبها منين هل هي بيار ولا بياخد شبكة ويعمل لها فلتر ولا بسمحيلة فإنما أسألك كمان عن تعامل المحافظة والمحافظ مع التقارير اللي رفعتها مدرية الصحة في هذا الشأن يعني كيف تعاملت المحافظة مع هذا الموضوع بصراحة هم بلغوا فعلا إن هي لازم الشركات دي تقفل والجناز دي كلها تجمعت وطلبت إنها نعمل لها فحص رحنا الأماكن اللي تقدمت لنا اللي بيار ليها مواصفات صعبة يعني عشان البير ناخد منه مياه لازم يكون على العمقه أكتر من 120 متر من 90 ل120 متر ولازم يكون له حرم للبير 45 متر من جميع الجهات حضرتك متخيل 45 متر من جميع الجهات يعني معناها 90 ف90 متر يعني مساحة كبيرة جدا ده حرم البير ما يبقاش فيه أي مصدر تلوث في الحرم ده والعمقه لازم يكون شديد علشان ما ناخدش مياه سطحية فبالتالي ما فيش بير بيتنطبق عليه هذه المواصفات فبالتالي كل الطلبات اترفضت فيه شركات بتستخدم شبكة الميا نفسها وتمررها على فلاتر وتبعها للناس طبعا مفروض إن شبكة الميا شركة الميا تتعامل مع الناس دي لإن هي بتستغلها يعني بتاخد ميا متعالجة وبترجع وتقول لهم علي بعالجها وبتبعها لهم تاني يعني بتبعها لهم مرتين فالناس مش فاهمة مصلحتها في مية الشبكة لأنها مرخبة أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا أنا عوفي يا فندم تحت أمرك يعني كانت هذه هي رأي المسؤولة الصحية في محافظة الغربية فيما يتعلق بمياه الشرب ومتابعة مياه الشرب والموقف منها من داخل المحطات الأهلية المنتشرة في كثير من الأماكن داخل المحافظة إليكم مرة أخرى